موسيقى وزير الخارجية الليثيبية التقي مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة القضايا الملحة متعددة الأطراف موسيقى وزارات السلام والتعليم والمرأة والشؤون الاجتماعية تكشف عن تفاصيل مشروع الخدمات التطوعية موسيقى مشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم معنا من القسم العربي في هيئة الإذاعة الإثيوبية والتلفزيون الإثيوبي نشرة الأخبار نقدمها لكم قام نائب رئيس الوزراء تمسجن ترون بزيارة مشاريع تطوير فضل المائدة والبصمة الخضراء في إقليم بني شانجو القمز وقال نائب رئيس الوزراء إن أعمال حملة فضل المائدة في منطقة بني شانجو القمز حققت نتائج مشجعة في فترة قصيرة وذكر تمسجن أن أقليم بني شانجو القمز يتمتع بالمعادن والتربة الخصبة والطقس الجيد وأشار إلى أن هذه إمكانات تنموية كبيرة للمنطقة وأشار إلى أن أعمال حملة فضل المائدة التي تشمل زراعة المحاصيل والخضروات والفواكه والألبان والدجاج وتربة النحل وتربية الأسماك يجري تنفيذها في الإقليم ضمن مشروع التنمية الاجتماعية وتعمل شركة حلوة للصناعات الزراعية بفاعلية في أقل من عام وذكر أن دليل على النتائج التي تحققت في الصناعة في استقرار تكلفة المعيشة وخلق فرص العمل وقال رئيس حكومة إقليم بني شانجو أشاد لحسن إن المنطقة تستفيد من تنفيذ المبادرات الوطنية التي بدأت منذ التغيير قال التقى وزير الخارجية الليثوفيتايا أسكا سلاسم عرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرانسيس بالأمس لمناقشة القضايا الملحة متعددة الأطراف وركزت المحادثة على التحديات العالمية مثل تغيير المناخ والتقدم التكنولوجي وبناء القدرات والدعم المالي والتنمية المستدامة وعقب الاجتماع صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية نبي تالا للصحفيين أن الجانبين ناقش القضايا الرئيسية محل الاهتمام بما في ذلك شؤون الإثيوبية والإقليمية والعالمية وأضف المتحدث أن دينيس فرانسيس أكد مجددا التزام الأمم المتحدة بمواصلة الدعم لإثيوبيا ومن جانبه أعرب وزير الخارجية الإثيوبي تاي عن تقديره لمساهمة رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة وقيادته في معالجة تغيير المناخ والدعم متعدد الأطراف في مجال التكنولوجيا وبناء القدرات والتمويل التنمية المستدامة وأوضح المتحدث أن تاي أطلع الرئيس فرانسيس على الإصلاحات السياسية والاقتصادية المستمرة في إثيوبيا من جانبه أقرت دينيس فرانسيس بنجاح إثيوبيا في حل تحدياتها الداخلية كما أشار الرئيس إلى مساهمة البلاد في القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك التقى نائب رئيس حزب الازدهار الحاكم في إثيوبيا سيد آدم فرح خطابا في المنتدى الدولي المشترك بين الأحزاب السياسية بين أحزاب البريكس والدول الشريكة وصلت الضوء على التزام حزب الازدهار بتعزيز مشاركته في منصة البريكس وأعرب عن تقدير حزب الازدهار العميق لأعضاء منصة البريكس لخطواتها الجريئة في دعوة أعضاء جدد الأمر الذي منح إثيوبيا الفرصة للانضمام إلى مجموعة البريكس الموقرة وقال آدم إن حزب الازدهار مستعد للدفاع عن أهداف البريكس وملتزم بالمساهمة بنصيبه في تحقيق الأهداف المشتركة وأكد نائب الرئيس على رؤية حزب الازدهار المتمثلة في ضمان الازدهار الشامل في إثيوبيا وخارجها من خلال فلسفة مدمر وقال حزب الازدهار أن حزبه حقق تقدما في التنمية الزراعية من خلال زيادة الإنتاج والإنتاجية وضمان الأمن الغذائي وتعزيز مبادرة البصمة الخضراء للتنمية المستدامة من خلال زراعة أكثر من 32 مليار الشتلة في السنوات الخمس الماضية وقال إن سرعة ونوعية المشاريع الوطنية الكبرى بما في ذلك سد النهضة الإثيوبية الكبير دليل على تقدم إثيوبيا لافتا إلى أن اقتصاد إثيوبيا يعد من أسرع الاقتصادات نموا في العالم وأعلن النائب الرئيس أن حزب الازدهار سيعقد مؤتمره الثاني خلال الأشهر الستة المقبلة مما يوفر فرصة لإعادة تقييم إنجازاتنا على مدى العامين ونصف العام الماضيين وتحديد اتجاهات جديدة للمستقبل ووجهت دعوة إلى دول البريكس الموقرة والدول الشركة للمشاركة في هذا الحدث الهام أكد سفير كوريا الجنوبية لدى إثيوبيا جون كانغ مجددا عن التزام بلاده بمواصلة تعزيز تعاونها التنموي في إثيوبيا وقال السفير في مقابلة مع وكالة الأنباء الإثيوبيا إن إثيوبيا وكوريا الجنوبية لديهما تعاون ثنائي وقوي في مختلف المجالات وأضف أن التعاون التاريخي بين البلدين في السياسة والاقتصاد والتنمية يتوسع لإشمل قطاعات أخرى أيضا وقال إن زيارة رئيس الوزراء بي أحمد لكوريا الجنوبية ستعزز العلاقات بين البلدين ووقعت إثيوبيا وكوريا الجنوبية اتفاقية في إطار تمويل بقيمة مليار دولار أمريكي خلال زيارة رئيس الوزراء بي أحمد للبلاد هذا الشعر وتهدف اتفاقية إطار التمويل الموقعة مع إثيوبيا المشروعات الاقتصادية والتنموية المقرر تنفيذها خلال السنوات الأربعين المقبلة وأكد السفير التزامه بالعمل بشكل وثيق مع حكومة إثيوبيا من أجل تسريع تنفيذ الاتفاقيات وأكد السفير كانغ أنه خلال فترة عمله في إثيوبيا سيتم أيضا بذل الجهود لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين مع التركيز على التجارة والاستثمار والثقافة والعلاقات العامة كشفت وزارة السلام والتعليم والمرأة والشؤون الاجتماعية بشكل مشترك عن تفاصيل المشروع للخدمات التطوعية وتهدف الحملة الوطنية تحت شعار الخير والوحدة من أجل الصعود إثيوبيا إلى تنمية روح التضامن والتقدم الجماعي من خلال الخدمات المجتمعية التطوعية المتجذرة في الثقافات والتقاليد الإثيوبية وقالت وزيرة الدولة للشؤون الاجتماعية والمرأة مونة أحمد سوف ينخرط العديد في الخدمات التطوعية بإرادتهم وهذا دليل على روح التعاطف الإثيوبية ووفقا للوزيرة بوزارة السلام فإن الحملة تسمح للإثيوبيين بتعزيز التماسك الاجتماعي من خلال التجمع من أجل الارتقاء الجماعي للأمة وسيتم إطلاق البرنامج في التاسع عشر من يونيو المقبل في حفل سيقام في متحف عدوى التذكاري للنصر وهي بداية رمزية متجذرة في تاريخ البلاد الصامد ووفقا للوزيرة للتعليم كواروت شوني سيشارك أكثر من عشرين ألف طالب جامعي في الخدمة ويلعبون دورا محوريا حيث يساهمون بجهودهم في المساء التعليمية والصحية والتنموية في جميع أنحاء البلاد قام مسؤول إقليم أوروميا بزيارة الأنشطة الزراعية المختلفة في محافظتي يابيلو ودر بمنطقة بورنام وقام المسؤولون بزيارة مزرعة الحيوانات التي تهدف إلى الحفاظ على سلالات بورنا الأساسية وسدود الري الصغيرة وأنشطة زراعة القمح وأثرت المشاكل الناجمة عن الجفاف بسبب نقص الأمطار بشكل كبير على منطقة بورنا مما أدى إلى ضيع عدد كبير من الماشية وقال الروعة والمزارعون إنهم إلى جانب تنمية الثروة الحيوانية يقومون بزراعة القمح والذرة والتيف وغيرها من الأنشطة الزراعية من خلال دعم الحكومة الإقليمية وقال مسؤول منطقة بورنا أبسلام وأريو إن زراعة القمح لم تكن شائعة في المنطقة والآن تم التغطية حوالي 128 ألف هكتار من الأراضي بمحاصيل مختلفة وأضاف أن المنطقة تتلقى حاليا أمطار جيدة ويجري تنفيذ العديد من الأنشطة التنموية في جميع المديريات الإحدى عشر ووفقا لرئيس مكتب الزراعة في أوروميا جيتوغاماتشو ستبدل معدرة ستبدل الحكومة الإقليمية أقصى الجهود لضمان فوائد الرعاة والمزارعين في منطقة بورنا والأراضي الجافة الأخرى تم اختيار الوفد الإثيوبي المشارك في البطولة الإفريقية الثالثة والعشرين لألعاب القوى المقامات بالكاميرون دوالا وتشارك إثيوبيا في الواحد واربعين مسابقة رياضية من أصل خمسة وأربعين تنظم في البطولة وتشارك إثيوبيا بأربعة وثلاثين امرأة وثلاثة وأربعون رجلا بإجمالي سبعة وسبعين رياضيا وقالت مفوضية رئيس الاتحاد الإثيوبي لألعاب القوى درار تطل إن الرياضيين تعرفوا على بعضهم البعض بشكل أفضل خلال أيام التدريب الخمسة عشر التي قضوها معا وقال رئيس اللجنة الأولمبية الإثيوبية الدكتور الشبر ولد جيورجيس إن البطولة الإفريقية لألعاب القوى ينقطة الانطلاق لمسابقات مثل الأولمبياد كما أشاد الرئيس بجهود الاتحاد الإثيوبي لألعاب القوى لتمكين الرياضيين وقبل الختام إليكم تذكيرا بما جاء في عنوين الأخبار وزير الخارجية الإثيوبية التقي مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة القضايا الملحة متعددة الأطراف وزارات السلام والتعليم والمرأة والشؤون الاجتماعية تكشف عن تفاصيل مشروع الخدمات التطوعية بهذا القدر عجلنا نكون قد وصلنا وإياكم إلى حفاة من نشرة الأخبار لهذا اليوم وحتى الملتقى نترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة